عصمة الميادين لسبقات الهجن ينطلق شوطنا الثالثة عشر للقعدان الثناية المحليات لصايل شوط الانتاج والمنتقين بنوك الانتاج والمستقبل نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول من ياتي مع المقدمة الدرع تعود الملكية لمحمد بن سلطان بمرخان اكتبي من يقدم لنا الدرع مع مقدمة الشوط ثاني المراكز اللي في المركز الثاني يتقدم صياد عوض بن قويت بن بمخيد العامري من يقدم لنا صياد مع المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثالث القادم مغادر لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من قدم لنا الإبداع في شوطنا الانتاج وفي شوط المفتوحة في هذا الصباح سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم لنا مغادر في هذا الشوط الوصول أيضا مع المركز الرابع الذي يغير في هذه اللحظات إلى المركز الثالثة ياتي عتيم محمد بن سلطان بن مرخان يكتب الصعب يقدم لنا هذا الاسمين للدرع وعتيم في هذا الشوط في شوط المنتقين وشوط الانتاج خامس المراكز ياتي صوغان جعود الملكي للشيخ حامد بن محمد بالركاض العامري أنتقل مباشرة إلى المركز السادس المنطلق وافي سيف بن مصفل بن راشد العميمي من يقدم لنا وافي مع المركز السادس سابع المراكز نتخر ونشوف اللي في المركز السابع في هذه اللحظات تهملول حمد بن الدحبة بن قنازل العامري والقادم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من ياتي هناك أيضا الفاتن عبد الله بن محمد بن حمد الدرع من يقدم لنا الفاتن الوصول أيضا من شاهين سيف بن مصبح من مطار الأخيلي ما يبنى لطاري غير مباشرة وفي هذه اللحظات يصل أيضا يتقدم شهمان تعود الملكية للدكتور راشد بن حمد بن الزفنة الأعفاري وهنا أيضا ما يخاف محمد بن علي بن راشد الظاهري هكذا النتيجة هكذا النتيجة لشهوط المنتقين للقعدان الثنائي المحليات لصائل لنعوده مع المقدمة لنعوده مع الدرع في مقدمة الشهوط محمد بن سلطان بمر خان الاكتبي من يقدم لنا الدرع في مقدمة الشهوط ومع البداية ثاني المراكز صياد عوض بقويت ببخيت العامري يقدم لنا صياد ويقدم لنا هذا الانتاج الطيب المركز الثالث عزز وشاهين بدأ يتقدم شاهين سيف بن مصبح من مطلق يلي محتلن مع المركز الثالث رابع المراكز من يأتي هناك عتيم محمد بن سلطان بن مرقان اللي اكتبي مع المركز الرابع خامس المراكز اللي في المركز الخامس الواصل هناك صوغان للشيخ حامد بن محمد بن ركاض العامري محتلن مع المركز الخامس المركز السادس يأتي وافي سيف بن مصفر بن راشد العميمي من يقدم هذا الاسم ومن الجانب الاخر هناك مغادر لسعادة احمد بن سلطان الحلامي يتقدم مباشرة ويحتل المركز السادس المركز السابع اللي في المركز السابع القادم الواصل ما يخاف محمد بن علي بن راشد الظاهري ثامن المراكز اللي في المركز الثامن من ينطلق ويتقدم في هذه اللحظات الفاتن عبدالله بن محمد بن حمد الدرعي ومن الجانب الاخر من ينطلق مباشرة ويأتي رداد محمد بن سيف بن مبارك الخيلي اللي في المركز التاسع يأتينا مباشرة هناك معزز عبدالله بن علي بن سليمان الشامسي عاشر المراكز وختام النداء الثاني ينطلق مباشرة ويأتي بهذا التقدم في هذه اللحظات شاهين لسيف بن مصبح بن مطر الخيلي هكذا النتيجة هكذا النداء مشاهدين الكرام للعشر لوائل المتقدمة لنعوده مع البداية لنعوده مع الصدارة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من يسيطر مع مقدمة الشوط يحتل مع المركز الأول صوغان صوغان مع البداية مع مقدمة الشوط صوغان ثلين كيلو ونصف الكيلو ولكن اجتمع هنا المنتقين اجتمعوا المنتقين كل يقدم انتاجهم بدت تجمع من القعادين في هذه اللحظات المركز الثاني من يأتي مشاهدين الكرام شاهي سيف بن مصبح بن مطلع الاخيلي وهناك أيضا عتيم والدلع محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم هذا الاسم وينطلق بعتيم ولكن اللي وصل في هذه اللحظات بدأ يغير من مركز إلى مركز عينه لنامو ساد الشوط ينطلق مباشرة وافي وافي هو وافي تعود الملكية سيف بن مسفر بن راشد العميمي ينطلق ما يخاف محمد بن علي بن راشد الظاهري يأتينا مشاهدين الكرام شاهين سيف بن مصبح بن مطلع الاخيلي وينطلق مباشرة صياد عوض من قويت بن مخيط العامري وصل القادم الدرع محمد بن سلطان بن مرخان وهناك أيضا مغادر لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي هكذا الاسماء هكذا الشعارات مشاهدين الكرام القادم احلى الفاتن عبد الله بن محمد بن حمد الدرعي هكذا الاسماء مشاهدين الكرام ونرى الوصول القديد من الرعبي أول ذا على الرعبي تعود الملكية لقدم خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي هكذا النتيجة هكذا النتيجة لنعوده مع المقدمة لنعوده مع الصدارة صوغان في مقدمة الشوط مع المركز الأول للشيخ حامد بن محمد بن ركاض العامري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول ثاني المراكز وافي سيف بن مسفر بن راشد العميمي نحتل مع المركز الثاني المركز الثالث اللي في المركز الثالث عتيم محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم لنا عتيم بدأ يغير عتيم ويحتل المركز الثاني عينه لنا مشاهد الشوط أن يهدي هذا الشعار الشعار الصعب هذا الفوز والانتصار وهناك أيضاً اللي هو صياد عوض بن خويتم بن بخيت العامل يا سلام بدأت الأسماء بدأت الشعارات القادم الواصل في هذه اللحظات مغادر سعادة أحمد بن سلطان الحلامي ولع الشوط ولع محتارين ما بين هؤلاء المنتقين هؤلاء المبدعين يصلوا السلام ما يخاف بدأ يتقدم ما يخاف ولا يخاف عن الفوز والنموس الكيلومتر الأخير وصياد مع الصدارة صياد مع المقدمة عوض بن خويتم بن بخيت العامل المركز الثاني من يأتي مشاهدين الكرام هناك يتقدم بهذا التقدم الممتاز ما يخاف أمحمد بن علي بن راشد الظاهري أمغادر وصلكم بو سلطان وصلكم الحلامي وانتاجه مع المركز الثالث أمغادر يبي غادر بناموز هذا الشوط مع المركز الثالث غير إلى المركز الثاني إلى الأول إلى الناموس وهناك أيضا شاهين جابر بن محمد بن سلطان الغفلي ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظات يا سلام يا هو إبداع رقص يحلو مع الكبار هناك يأتي الوسمي سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي محتلن مع المركز الخامس ولكن الصدارة وين المقدمة وين حذاري من شاهين الخيلي قادم شاهين سيد بن مصبح بن مطر الخيلي ولكن مغادر مغادر وصياد وما يخاف مع المركز الثالث وهناك أيضا شاهين جابر بن محمد بن سلطان الغفلي مع المركز الثالث رابع المراكز شاهين سيبر مصبح بن مطار الخيلي العودة العودة إلى المقدمة العودة إلى صياد إلى مغادر مغادر وصياد صياد أستاذ الناموس أمغادر يبي غادر بالناموس الناموس وين صياد أمغادر صياد صياد أصطاد الصدارة أصطاد الناموس أمغادر 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 أو صياد 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 ما سلم المهمة أهد الفوج والناموس مالك عوض بخويتم بن بخيت العامري سلام على هذا الفوج والإبدع والانتصار المركز الثاني مغادر سعدة أحمد بن سلطان الحلامي المركز الثالث ثالث المراكز الشاهد سيب المصبح من مطلق يلي المركز الرابع الشاهين جابر بن محمد بن سلطان الغفلي خامس المراكز هنا أتى مع المركز الخامس ما يخاف محمد بن علي بن راشد الظاهري نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول الصياد وصمد بعن ناموس والفوز وأهدى بن خويتم هذا الانتصار قاطع المسافة في زمن وقدر مجاهدين الكرام الصياد العواظ بن خويتم بن بخيت العامر التهانين والناموس لعلى هذا الفوز ساعة دقائق ثمانة ثلاثين ثاني جز واحد من الثانية مع المركز الأول صياد عواظ بن خويتم بن بخيت العامري سلام على هذا الفوز هو الانتاج الطيب ثاني المراكز مغادر سعادة أحمد بن سلطان الحلامي ساعة دقائق توقيت زمني ثمانة ثلاثين ثانية جز واحد من الثاني بنفس التوقيت الزمني مع المركز الأول والثاني الثالث المراكز من وصل هناك أيضا اللي هو شاهين سيب بن مصبح بن مطلق